اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دورة تعليم برنامج اكسل في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع المعادلات الاساسية اللي هي المجموع المتوسط ارقام الحساب حد اقصى وحد ادنى ورح ناخذ مثال تطفيقي على هذه المعادلات طرعا في الصفحة الرئيسية عندنا دالة او معادلة اسمها المجموع او جمع تلقائي صم اللي هي اختصار سوميشن طبعا هذه الدالة هي تجمع القيم الرقمية يعني لو عدي هنا عشرة وعدي هنا خمسة واريد في هذه الخلية اطلع مجموع الخليتين العشرة والخمسة طبعا احدد الخلية اللي اريد اضيف بيها الناتج اللي هي هذا الخلية واروح على يفضل انه اضغط على هذا السهم واختار المجموع ومن ثم احدد الخلية الاولى اللي اريد اجمعها وابقى ضغط على الماوس واحدد الخلية الثانية يعني الخلية الاولى احددها ابقى ضغط على الماوس والخلية الثانية اللي اريد احددها من بعدها اضغط على ياما اضغط على علامة الصح يأما أضغط على انتر من لوحة المفاتيح طبعا هذه هي دالة سم دالة سهلة يعني مثلا عندي هنا خمسين عشرة ستين سبعين أروح على المجموع وطبعا أختار دالة المجموع وأحدد الخلايا بالماوس طبعا أبقى ضغط على الماوس وأحدد الخلايا اللي أريد أجمعها وأضغطي أما علامة الصح من هذا الخيار يأما أضغط انتر راح تطلع لي النتيجة وطبعا هاي النتيجة راح تكون ديناميكية متغيرة يعني هاي الخمسين لو صارت ستين مثلا راح تصير النتيجة ميتين الدالة الثانية اللي هي المتوسط المتوسط المقصود بالمعدل يعني لو عدي أنا ستين سبعين خمسين وأريد أشوف الرقم المتوسط لهذه الأرقام الثلاثة معدل هذه الأرقام راح أحدد الخلايا اللي يريد أطلع بيها النتيجة بعدين أروح على المتوسط وأحدد الخلايا اللي يريد أجرع ليهن العملية الحسابية بعدين انتر راح يطيني المعدل ستين الفكرة أنه فكرة الدالة المتوسط أذرج راح يجمع لي الخلايا ويقسمهن على عددهن راح تطلع النتيجة ستين طبعا الأرقام الحساب أرقام الحساب المقصود بيها اللي هي عدد الخلايا المملوءة بالأرقام يعني لو أجيت في هذه الخلية أريد أطلع هذه الخلايا اللي بيها أرقام كم خلية يحسب ليهن يعدهن طبعا أحدد الخلية اللي أردت أضيف بيها النتيجة وأروح على أرقام الحساب أحدد الخلايا هذه الخمسة بعدين انتر راح يطيني ثلاثة بما أنه أنا حددت خمس خلايا هو انطاني ثلاثة ليش لأن بس ثلاث خلايا بيها بيانات طبعا بيانات رقمية لازم حد أقصى حد أقصى المقصود بيها أعلى درجة يعني لو حددت هذه الخلية ورحت على حد أقصى رح اختار هذه الخلايا الثلاثة رح يطيني سبعين باعتبار هي أعلى درجة حد أدنى حد أدنى اختار الخلية اللي أنا أريد أضيف بيها النتيجة وأروح على حد أدنى وأحدد هذه الخلايا الثلاثة رح يطيني خمسين باعتبار أنه خمسين أقل درجة رح ناخذ مثال على هذه الدوال الخمسة مثال تطبيق شامل الدرس الدرجة طبعا ممكننا نظغر العرض شوية نقول اسلامية عربي فيزياء حاسوب رياضيات اسلامية تسعين عربي خمسين فيزياء ثلاثين حاسوب تسعين رياضيات ستين أريد أحسب فيها الخلية طبعا ممكن أنه أدني ليسار فيها الخلية عدد أو مجموع الدروس مجموع الدروس المعدل عدد الدروس أعلى درجة أقل درجة طبعا هذني ممكن أنه أحددهن وأضيف لهم حدود وحتى نذكر بي المحاضرات السابقة ممكن أنه نضيف لها لون ممكن أنه هذه النتائج رح نضيف لها لون أغمق شوية طبعا نحدد على مجموع الدروس الخلية اللي أريد أضيف بها المجموع إنتر رح يضطيني خمس دروس أعلى درجة اللي هي حد أقصى نحددهن ونختار إنتر رح يضطيني على درجة تسعين حد أدنى اللي هو هذني الدرجات إنتر رح يضطيني أدنى درجة اللي هي 30 طبعا هذه إحصاءات لهذا الطالب وإن شاء الله بالمستقبل رح نتعلم شون نعرف أنه هذا الطالب ناجح له راسب وإذا ناجح يضطيني اللون معين وإذا راسب يضطيني اللون آخر إن شاء الله بالمحاضرات القادمة تطبيق هذا المحاضرة هو عمل هذا المثال طبعا وضع الدروس ودرجاته وعمل إحصائية لهذا الطالب نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة